اللقطة اللي حصلت مبارح في استاد المقولين من احد المشجعين نعم ممكن ناخدها في الجانب الايجابي لان ليها جانب سلب وليها جانب ايجابي نعم عايز اعرف اولا الجانب السلب من وجهة ناظرك ايه والجانب الايجابي هل ممكن تخلي الكلر ياخد باله لأ الموسم اللي فات خلاص انتهى ركز في اللي جاي لان المشجع كان بيقوله فوق انت نايم تغييراتك طيب انا متفق معاك ان هي هتفوق اه دي حقيق على فكرة الموقف نفسه هيعمل حاجة عند الراجع في حاجة غلط انا مش مواضح ان الناس مش مبسطة مني دي حقيقة وصلت انا مختلف بس مع المشجع ان احنا الكلام يعني هو الكلام كان ايه اه مبينه ومبين المدير الفني بسبب وجود المشجع في مكان قريب من لكة البودلاء عرف لو هو اقعد في درجة تانية عن ناحية تانية صحب اقعد في درجة تالتة انا اقول لك خلاص يعني حتى ايه في لو فيه هتف جماعي ما عنديش قزمة دي وجهة نظر الجمهور انما الجمهور انا في وجهة نظري غير مطالب ان يخش فيه شجار زي ما شفت الفيديو الفيديو تحول الى شجار شجار لفظي مع مديل فن ده انا ارفضه وما ينفعش النهاردة ان هو يتفوه بكلم اللي هو ما قال له غور لا يا صح ما ينفعش الشكل وحش اه انتقل زي ما انت عايز اعمل الفواءان اللي انت وانا معاه وعا فكرة الحاجات دي سعبت فيت جدا زي ما على اللعيبة كان لما كانوا يتغلبوا كزا مطش والجمهور يجي في التدريبات او يجي في المشتر الرسمية يديهم كم اه يعني هتاف نخضي فيفوق يفوق الفرق اه انا 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 متفق عليها في الرياضة متفق جدا 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 بس انا ضد الشكل لان ممكن الشكل ده يدخلك في دوامة تانية خالص لا ده ممكن يدخلك في دوامة تانية خالص 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 مع الجهاز الفاني او حتى مع اللعيبة لا تدري لا تدري ايه الداخليات بقى ما تعرأت عمرك ما تعرأ طيب ممكن دي السبب مشتاة كبيرة طيب بعد اللقطة دي نعم وممكن ناخد بنا على الجانب الإيجابي ان هي تخلي كولر يعيث حساباته شوية في الجزال انت تكلمت فيها طيب اللعيبة شغل في اللعيبة الدوافع بتاعت اللعيبة برضو في جزء اكيد على اللعيبة اه طبعا طبعا مليون في المية واضع بص الفرج على مطش مبلاح كويس قوي والله انا فيه هجمة انا حسبتها حسبتها لنالي الاهي ديمان بيعمل على الاطراف واحدة من طرق الهجومية الكولر انه بيعمل يعني بيعمل ايه ساعات يخلي الوينجر يخش هو اللعوم ويطير من وراه او يخلي حد من خط الويسط هو اللي يعملها لو مش عايز يطير للفول باك عشان يأمن الهجمات المرتدرة تمام عايز اقولك ان احنا السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت الزمن بتاعنا عشان نقدر نختارك المنافس كان ماكسيمال من ثانيتين إلى ثلاث ثواني لمذكورة في الثلاثة الاخيرة من ثانيتين إلى ثلاث ثواني من ثلاث ثواني مبارح فيه هجمة في شروط الاول في شروط الاول كان امام عشور بيعمل على الجامحة اليومنا واللعيبة اللي داخل للعمق بيديركور الهجمة خدت من اربعة لثت ثواني اصلا عشان توصل للزمن ده للزمن ده كسان طيط تعبت سموها رجعت تعبت سموها رجعت وخلي بالك مهم يقولك ايه دايما في القراط العرضية الحق العب الكورة العرضية والمدافع رجع بظاهره لسه موقفش ليه عشان تلعب للكورة في تلعب للكورة في المنطقة العمية همش هيشوفها يعني اللعب لو رجع كده للدفاع وانت لعب تلك مش هيلحة يبص مش هيلحة يبص هيلحة ازاي لو انت لعب تلكورس واللعيب رجع وقف وتدور ومسك المهاجم خلاص بقى فيه افضلية ليه هو عالمهاجم